أهلاً أحبائنا مشاهدينا من واصل حديثنا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس وحديث عن القاء القبض على يسوع اللي حدث هنا في أسفل الجبل في بستان بستان جتسماني شجر الزيتون ما زال موجود ولما نروح نزور المكان نتذكر هذا الحدث العظيم جداً أن المسيح جاء لهذه الساعة ولكن احنا حكينا عن يهوذة فالسؤال شو اللي صار في البستان في البستان أحبائي منشوف أولاً شجاعة يسوع المسيح عندما جاءوا سأل يسوع من تطلبون أجابوا وقالوا يسوع الناصري قال أنا هو فسقطوا على الأرض رجعوا سألوا مرة تانية سألهم يسوع من تطلبون أجابوا وقالوا يسوع الناصري قال أنا هو طبعاً أنا هو مش بس أنه أنا يعني الشخص كلمة أنا هو بحسب بشارة يحنى يعني أهي الذي أهيه فهذه الفكرة داماً تعبير عن جلال يسوع المسيح ولا هودو أنا هو رجعوا سقطوا على الأرض وبعدين قال هو ذا ساعتكم كان استحالي وقال نفس العبارات عندما وقف بالمحاكمة أمام قيافة أنا كنت أعلم كل حين واسأل اللي سمعوا التعليم ولكن في هاي اللحظات لازم اتم قبل طبعاً في الفصح قبل دخول السبت فمنشوف شجاعة المسيح أنه جاء لهذه الساعة قال أنا هو ثم منشوف سلطانه يعني الزاء يعني في قوة في حضور في سلطان لما كان بيتكلم أنا هو سقطوا على الأرض لم يستطيعوا الوقوف هذا كان دليل كافي يعني أنهم أمام شخصية خارقة عظيمة جداً بمجرد أن يقول كلمي الجيش والكل اللي مع بعض سقطوا على الأرض شيء ثالث من ناحية أخرى منشوف محبة المسيح لآخر لحظة لأنه كمان إذا ألقوا القبض على المسيح لازم يلقوا القبض على التلاميذ ولكن المسيح قال أنا هو يعني على أساس يلقوا القبض عليه وأنه يتركوا التلاميذ حتى تم برضو النبوة أنه يعني بيلقوا القبض على الرعي فتتبدد الرعية شيء آخر في البستان منشوف طاعة كاملة لمشيئة الرب يعني كل ما فعله يسوع المسيح هو طاعة كاملة يعني لما بطرس ادخل قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أستطيع أن أشربها وقال عبارة أخرى ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل إثني عشر جيشاً من الملائكة يعني حتى يسعده ده هو ملاك واحد في العهد القديم قتل مئة وخمسة وثمانين ألف من جيش أشور فكم بالحر إثني عشر جيشاً فإذن فهو ماسك زمام كل الأمور له السيادة والسلطان الكامل فإذن هو يستطيع ويقدر أحبائي أنه ينجو من هذه اللحظات ولكن جاء يسوع المسيح من أجل هذه اللحظات في نهاية هذه الفقرة أريد أن أشدد على شخصية مهمة جداً الرب يسوع اتنبأ أنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح وهنا بطرس كان مع يسوع في البستان لكن استرجع الزكريات أنه يسوع لما كان في قيصرية فليبوس في الشمال على حدود سوريا وهناك سأل يسوع من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي لأول مرة ابتدى يسوع يعلن عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله أنه ابن الإنسان يذهب إلى أرشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة يتألم يصلب يموت وفي اليوم التالت يقوم من اللي اعترض بطرس الرسول أخذ يسوع جانباً وقال له حاشاك يا رب على طول الرب يسوع قال لبطرس اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس فكان يحاول يعترض على فكرة الصليب ثم في البستان أحبائي بطرس برضو فهم الموضوع غلط مسك الخنجر بتاعه وضرب عبد أذن عبد رئيس الكهنة قطع الأذن وطبعاً حتى ما أدرش يقتل شخص قال له الرب يسوع لبطرس رد سيفك إلى غمده الذي يأخذ بالسيف أو الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون فإذن يسوع هو القادر على كل شيء وكان مهم جداً لآخر لحظة أنه بطرس غير مدرك أنه المسيح جاء لهذه الساعة أنه يتمم مشيئة الآب بموته على الصليب لكن ما صنعوا يسوع مش بس شافوا معجزة سقوطهم على الأرض ولكن يعني كأنه خلق أذن جديدة للعبد والكتاب حتى بيحكي اسمه ملخص عبد رئيس الكهنة يعني هو ممكن حتى يكون شاهد أمام رئيس الكهنة أنه يسوع المسيح بار هذا ما حدث في بستان جاتسيماني ألقوا القبض على يسوع وأخدوه تحت الضرب والإهانة اللطم واللكم ولكن كله لتتميم المشيئة الإلهية اشتركوا في القناة